يسأل البعض خصوصا ربات البيوت عن أضرار إعادة غلي الماء مرة ثانية وهو سؤال وكما يبدو أنه تبلور من إثارة أحدثها أحدهم هنا أو هناك بشكل عام أؤكد بأن الهدف من وراء غلي الماء في مقامه الأول هو التحلية أو التعقيم أو الطهي وقد يتعرض الماء بشكل تلقائي في ممراته الجوفية أو الصناعية لدرجات حرارة مختلفة تجعله يصل لمرحلة الغليان ولعدة مرات لا حصر لها إذن وصول الماء الذي نستخدمه أيا كانت نوعيته لمرحلة الغليان أمر قد يحدث لأسباب مختلفة وهو ما يعني أن طرح السؤال من أساسه غير منطقي وللتوضيح أذكر في البداية أن عملية إعداد الماء ليكون صالحا للشرب أي بعد الانتهاء من مرحلة إزالة الشوائب منه وتكريره والتأكد من إزالة بعض المواد الضارة العالقة فيه أو تخفيفها لمستويات تصل لأجزاء من المليون كالزرنيخ والنترات والفلورايد لتكون في نطاقها الطبيعي المتفق عليه تتم من قبل المؤسسات التي تعنى بهذا المجال ليستفيد بعدها الجسم البشري منها لأننا أساسا نحتاج للاستفادة من هذه المواد والتزود من معظمها إلا أن تلك الاستفادة يجب أن تكون ضمن معدلات طبيعية وفي نطاق محدد أما النقطة الثانية التي أردت أن أوضحها هي أنه بعد استخلاص الماء من الينابيع الجوفية الصافية ومعالجته كيميائيا يتم التأكد من خلوه من أي أخطار بيولوجية إذن هذه العملية الإعدادية للمياه تمر بمراحل مختلفة خارج نطاق اهتمام ربات البيوت وأنا هنا أتحدث عن مياه الشرب العمومية التي تغد البيوت في الدول التي تركز على أن تكون مياهها العمومية صالحة للشرب ولا أتحدث عن مياه هي في أساسها غير صالحة للشرب أو للاستخدام الآدمي أو تم الحصول عليها بطريقة فردية لنتخوف منها لماذا أذكر هذه النقطة؟ لأن البعض عند سؤاله عن غلي الماء يتحدث عن مواد متطائرة وعناصر سامة تتكون بعد الغلي وكلها عنوين كبيرة ولا تتناسب وطبيعة المياه التي نستخدمها في الكثير من الدول التي بها مؤسسات تعنى بتحلية المياه ومراقبة مكوناته المختلفة أما السؤال المطروح من قبلي هو ما سر ربط عدد مرات غلي الماء بجوهر الضرر؟ بمعنى آخر ما الفرق بين الغلي لمرة واحدة والغلي لمرتين؟ أوضح أكثر لماذا يتم ربط السؤال بعبارة الغلي لمرة ثانية؟ هنا أقول أنه في حال فرضنا أن الضرر واقع لا محالة متجاوزين فهمنا العلمي لتركيبة المياه ومواده الصلبة الذائبة فيه فمن الأولى أن يشمل الأثر السلبي على مستوى الصحة الغلي من المرة الأولى وعليه؟ أكرر نفس السؤال لما تم تقييده بالمرة الثانية؟ سؤال آخر ماذا عن الماء المغلي لفترة طويلة؟ والذي تبخر جزء يعتد به منه؟ هل هو ضار أيضا؟ أترك الإجابة لكم خلاصة كلامي أن طبيعة الطرح الذي تضمنه السؤال السابق لا يستوعبها المطلع على طبيعة التركيبة العلمية للمياه المختلفة سيما تلك المياه المحلاة والمعالجة للشرب من قبل المؤسسات التي تعنى بالتحلية والرقابة كما هو الحال في الدول المتقدمة والتي تستخدم لأغراض منزلية تتعلق بأمور الطبخ وما شابهها بل ويصل بعضها لمرحلة صلاحه للشرب أيضا فإن غليها لن يغير كثيرا من تركيبتها الكيميائية على فرض أن جزء منها قد تبخر وإن تغير تركيز بعض موادها فإنه سيرفعها ضمن نقاق المعدل المتفق عليه أو في حدوده مما يعني أنه لن يكون له أي تأثير سلبي على مستوى الصحة ولا حتى أي تأثير آخر يستحق التعليق أو المجادلة فيه عند مخاطبة الشارع العام وعند طرح هذه النوعية من الأسئلة فيجب أن تكون في نطاق ضيق ومحصورة في مياه معينة لنفهم مكوناتها ويجب أن تربط بمناطق جغرافية محددة وأن لا يكون طرحها عام وشامل لجميع العناوين اشتركوا في القناة